في التقرير الخاص في القرن الـ 21 المواطن اللبناني لا يزال يدفع ضريبة عن كارثتين طبيعيتين وقعتها في العام الـ 55 و 56 من القرن الماضي تقرير بيرنا نعم شديد صدق أو لا تصدق المواطن اللبناني في القرن الـ 21 لا يزال يدفع ضريبة عن الزلزال الذي ضرب لبنان عام 56 وعن فيضان نهر أبو علي عام 55 فهل يعقل ألم يتنبه أي عهد لهذه الضريبة لإلغائها أم هو الإهمال والاستهدار المواطن اللبناني هل يعلم بوجود هذه الضرائب وما كانت ردة الفعل عندما سألناه عم تمزح معنا؟ لا هلأ بيدفع؟ ما عم ندفع كل شيء شهر رفنا مبارس ايه بعدنا لليوم ندفع؟ حلو الوطن كيقوا سخافي صار شو بيشنن؟ غريبة عن 56 لا مو معا خبار شو رأيك؟ ضرب يسخنا هذي وزنان ندفع فيه كمان زلزال بهيتي صار هذه السنة بعد عم ندفع عنه شيء شيء غريب عم في ليبيا شو زلزال 56 شيء عجيب معاول عندما ضرب الزلزال لبنان عام 1956 تضررت قرى في الشوف وصيدة فأنشئت حينها وزارة لإعادة أعمار متى هدم توكلها رجل الأعمال أميل البستاني وبالفعل أنجزت الوزارة أعمالا سريعة ومهمة خلال سنتين فغطت قسما كبيرا من النفقات كذلك وضعت ضريبة لتغطية نفقات فيضان نهر أبو علي لكن ومنذ الخمسينيات إلى اليوم الضرائب لا تزال موجودة أنا أعرف على موضوع 56 إن عم في ضريبة اليوم بتشوفيها أغلب المعاملات المالية اللي بدفعوك إليها رسوم بتحطين بورق البول هلأ الأمر الغريب أنه كل محل بالعالم بتقولي في ضريبة معينة مؤقتة لوقت معينة لغرطة معينة هل الضريبة اللي ما تنعطى أو بتندفع للوقت معينة بتوقف هون لسوق الحظ ولا ضريبة بتوقف من الـ 56 لليوم لـ 2012 أدي صارت مجمعة مصاري وين راحت هالمصاري؟ أكيد مجمعة بمليارات الليرات لأنه شو ما كانت لو كانت ألف ليرة على المعاملة افتكري بعدد معاملات من وقت إلى هلأ وما أفتكر حدا نكلف نفسه بوزارة المالية يقولي عمي هاي لازم نوقفها شو عم نيأخذ من العالم وليش عم نيأخذ من العالم؟ مهما كانت قيمة الضرائب ومهما بلغت قيمة الأموال التي تكدست فالفكرة بذاتها معيبة فساد تلو فساد وإهمال تلو إهمال والدولة تكدس الأموال وتبقى عاجزة والمواطن يتحمل الأعباء وما باليد حيلة فإلى متى ستبقى هذه الدولة ترم مما تهدم في الـ 56؟ ترجمة نانسي قنقر